الفنان المتميز جداً راميس جلال بيصور كل سنة في برنامجه الشهير بأشكاله ومقالبه المختلفة في بلد هذا العام بيتم تصويره في السعودية المملكة العربية السعودية نفس المكان اللي كان أو جاي منه أحمد حجازي في كعادة المقالب اللي بتحصل كل سنة بيكون إلى جانب الفنانين والإعلاميين أحياناً وربما بعض النجوم المجتمع بيكون كمان فيه لاعبين من كرة القدم السنة دي اللي عرفناهم وتابعناهم من بعض اللاعبين أبرز من قيل اسمهم يعني هو محمد مجدي أفشا ومروان محسن ومحمد هاني من النادي الأهلي وجنش من الزمارك ويقال رمضان صبحي خلال الساعات المقبلة ربما دي الأسماء اللي تقالت في التقارير الإعلامية هنا بقى نمسك لعبة الأهلي تحديداً التلاتة اللي اتكلمنا عليهم آخر مباراة للأهلي كانت يوم 16 مع بيتا كلوب كانوا جايين من كنشاسة جوم على مصر يعني يقول جوم يوم 17 يعني يقول ممكن يكونوا راحوا صوروا مبارح مثلاً أول يومين التلاتة اللي فاتوا فراحوا السعودية ما قعدوش حجر صحي 14 يوم لأنهم بالفعل صوروا ورجعوا فهناك استثناء حصل في القصة دي وبالتالي ده اللي ممكن يكون بيعول عليه مسؤول المنتخب إن احنا كمان ممكن ناخد استثناء لكن من اتحاد السعودي الأول لأنه مع الحق إنه يرفض فاحنا هنستأذنه الأول وبعدها نستأذن كمان ربما السلطات السعودية إنه ما يبقاش في حجر لأحمد حجازي لما يرجع فيبقى فيه تنصيق ده الحل اللي ممكن يحصل إنه يكون الأمور بالتنصيق هي كل البلاد بتقلق نيتطلع لعبتها بره المكان اللي هم فيه البلد اللي هم فيها فرنسا عملت مشكلة إنجلترا كانت تقلقانا شوية تحديدا على حسب الوجهة اللي هم رايحينها اللي بيسموها ريت زون ولا منطقة خطرة يعني ولا منطقة مش خطرة كل بلد بتصنف البلد معينة بشكل مختلف يعني أنت ممكن بلد تصنفك إنك تمام جدا تسافر وترجع وبلد تاني تقولك سافر بس ترجع تحجر فهو دلوقتي القصة تنصيق وده اللي بيحاول يعتمد عليه حسام البدري في كل الحالات مش أمر مقلق لأنه في بداء الموجودين في المنتخب لكن حجازي يبقى لعبا من أعمدة تشكيلة المنتخب خلال السنوات الطويلة الماضية حاليا عندك في مركز قلب الدفاع إلى جانب أحمد حجازي عندك الوينش عندك أحمد أيمن منصور عندك أيمن أشرف عندك علي جبر دي الأسماء اللي ضمها الكابتن حسام البدري إلى جانب المنضم حديثا ولكن مش حديثا أوي ياسر إبراهيم نجم النادي الأهلي